في نفس السياق أضاف أشتية أن مجلس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن الأولوية الآن هي وقف الحرب والعدوان وإدخال المواد الإغاثية إلى غزة وحماية المدنيين ووقف التهجير القصري أكد أشتية أنه يتابع مع مصر إدخال المواد الإغاثية من خلال معبر رافح مجلس الوزراء يؤكد أن الأولوية الآن هي وقف الحرب والعدوان وإدخال المواد الإغاثية إلى غزة وحماية المدنيين ووقف التهجير القصري وهي مسؤولية دولية ونتابع مع الإخوة المصريين إدخال المواد الإغاثية من خلال معبر رافح ويجري سيد الرئيس كل الاتصالات مع دول وزعماء العالم من أجل وقف العدوان عن شعبنا إنني أدعو أيضا إلى السماح للصحافة الدولية للوصول إلى غزة لتوثيك وفضح جرائم الاحتلال التي ترتكب هناك إن شعبنا سيهزم نوازع الغطرصة والإجرام وأحلام التوسع التي تصوغ أيدولوجية وفكر قادة إسرائيل الذين يمارسون سياسات التطهير العرقي والإبادة الجماعية